لعل من الأمور التي لا أنساها أنه كان هناك يحدث بعض الحوارات السريعة بيني وبين السجان الإسرائيلي وفي لحظات ما نجحت أن أبين لهم أنني مظلوم أنا الآن في داخل السجن لأنني أعاني من مطارد ديني لأنني مسلم لأنني أكرأ الكرآن لأنني أعتز بانتمائي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعطيتهم الأدلة الدامغة على ذلك قال بعض منهم أنني نجحت أن أؤثر عليه لدرجة أن ضابط من السجانين وهو إسرائيلي قال لي بالحرف الواحد قال لي بعد كل هذه الحوارات قال لي يشرفني لو كنت أنا الذي سأخرجك من السجن بعد فترة محكوميتك